السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا دكتورة رشا عبدالتواب استشارية أمراض الدم بمركز الكويت لمكافحة السرطان يسعدني أن أتحدث إليكم اليوم عن أساسيات لنفومة الجلد في البداية ما هو الجهاز اللنفاوي وما هي اللنفومة؟ الجهاز اللنفاوي عبارة عن شبكة تتكون بشكل رئيسي من العقد اللنفاوية والأوعية اللنفاوية والسائل اللنفاوي يلعب الجهاز اللنفاوي دوراً حيوياً في وظيفة المناعة من خلال المساعدة في تخليص الجسم من الخلايا التالفة والكائنات المعدية والجسيمات الغريبة وتوفير الحماية ضد انتشار العضوة تحتوي العقد اللنفاوية على شبكة من الأنسجة المليئة بالخلايا اللنفاوية وهي نوع من خلايا الدم البيضاء ويتم ترشيح الكائنات الحية الضقيقة الضارة من خلال الشبكة ويتم التعرف عليها ومهاجمتها بواسطة الخلايا اللنفاوية اللنفاوية هي سرطان الجهاز اللنفاوي الأورام اللنفاوية تنقسم بشكل عام إلى قسمين رئيسيين سرطان العقد اللنفاوية من نوع الهوتيجين وهو شكل من سرطانات العقد اللنفاوية يتميز بوجود خلايا تسمى خلايا ريد ستيرينبرغ والجزء الأكبر هو سرطان العقد اللنفاوية اللاهوتيجين أي السرطان الذي لا يحمل هذه الخلايا المميزة والتي تسمى بريد ستيرينبرغ تعتبر لنفاوية الجلد الأولية من القسم المسمى بسرطان اللاهوتيجين اللنفاوي لنفاوية الخلايا الجلدية الأولية تنقسم إلى قسمين رئيسيين الخلايا اللنفاوية التائية الجلدية ولنفاوية الخلايا الباقية الجلدية تعتبر خلايا اللنفاوية التائية الجلدية المكونة الأكبر وتمثل حوالي 75 إلى 80% من خلايا اللنفاوية الجلد أما خلايا الليمفومة الباقية فهي النسبة الأقل وتكون من 20% ل25% من الليمفومة الجلد الأولية الخلايا التائية الجلدية هو مصطلح عام لعدة أنواع من الأورام الليمفاوية الجلد والناشئة على الخلايا التائية بما في ذلك الفطار الفطراني ومتلازمة سيزاري على سبيل المثال للحظ تندرج معظم لنفومة الخلايا التائية الجلدية عادة ضمن فئة الأورام الليمفاوية الخاملة أي المزمنة أو بطيئة النمو والانتشار والتي عادة يمكن علاجها ولا تهدد حياة المرضى لنفومة الخلايا التائية الجلدية تنتقل فيها الخلايا التائية الخبيثة إلى الطبقات العليا من اليل مما يسبب طفح جلدي وهو أول ظهور للمرض وهو ما يؤدي إلى تشخيص المرض يشار أحيانا إلى نفومة الخلايا التائية الجلدية بشكل خاطئ على أنه سرطان الجلد لأنه يظهر في الجلد ويؤثر عليه ولكن هذا ليس استخداما دكترا لمصطلح سرطان الجلد حيث أن سرطان الجلد هو الذي يتطور من خلايا الملد نفسها بما في ذلك خلايا البشرة والتي تؤدي إلى سرطان الخلايا الحرشوفية أو الخلايا الصبغية أو الصباغية والتي تؤدي إلى الورم الميلانين وليس الذي يتطور من خلال الخلايا المفاوية كمجموعة تعد للمفومة الخلايا التائية الجلدية عائلة نادرة نسبيا من الأمراض حيث يتم الإبلاغ عما يقرب 3000 حالة جديدة في الولايات المتحدة كل عام وهو مرض أرثر شيوعا بين الرجال من النساء وتحدث للمفومة الخلايا التائية الجلدية في المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما مقررة بالأشخاص الأصغر سنه ويعتبر الفطار الفطراني ومتلازمة سيزاري هما النوعان الأرثر شيوعا من لمفومة الخلايا التائية الجلدية حيث يمثل الفطار الفطراني حوالي 60% من كل لمفومة الخلايا التائية الجلدية وتمثل متلازمة سيزاري حوالي 5% فقط من لمفومة الخلايا التائية الجلدية في الحقيقة إلى الآن لا يوجد سبب واضح للمفومة الخلايا التائية الجلدية على الرغم من وجود بحث مستمر ونشط عن الأسباب المحتملة ومن المهم أن نعرف أيضا أن المفومة الخلايا التائية الجلدية ليست معدية ولا يمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر يتم تشخيص للمفومة الخلايا التائية الجلدية عن طريق أطباء الجلد في البداية أو أخصائي أمراض الدم الذين لديهم خبرة في تشخيص أورام النفاوية للجلد وتشمل الإجراءات النموذجية التي يتم إجراءها للتشخيص خلايا للمفومة الجلد التائية مايال أولا فحص بدني كامل بما في ذلك فحص الجلد كله وفحص العقد الدمفاوية ثانيا أخذ خزعة من الجلد أو العقد الدمفاوية وهو عبارة عن إزالة قطعة صغيرة من الجلد وذلك لفحصها تحت المجهر بواسطة أخصائي علم الأمراض وهو الطبيب الذي يدرس الأنسجة والخلايا لتحديد نوعية المرض ثالثا اختبارات الدم والتي تتكون من صورة الدم الكاملة وقياس التدفق الخلوي للدم وبعض فحصات الأجهزة الأخرى اختبارات التصوير التي تحتوي على إما التصوير المقطعي المحاوسة أو تصوير المقطعي بالإصدار البوزيترون بعدما نتأكد من تشخيص لنفومة الخلايا التائية الليندية يجب أن نحدد مرحلة الإصابة لكل مريض وفي الحقيقة يكون انتشار المرض مكون من أربع مراحل رئيسية المرحلة الأولى حيث تظهر فيها البقع أو اللويحات ويكون الانتشار في الجلد فقط ولا يوجد انتشار إلى أماكن أخرى كالدم أو العقد اللنفاوية أو الأعضاء الأخرى ففي هذه المرحلة تكون الإصابة في الجلد فقط وتنقسم إلى جزئين رئيسيين المرحلة الأولى A والتي تغطي فيها البقع أو اللويحات أقل من 10% من مساحة الجسم والمرحلة الأولى B حيث تغطي البقع أو اللويحات أكثر من 10% من مساحة الجسم المرحلة الثانية تشمل ظهور البقع أو اللويحات على الجلد بالإضافة إلى وجود تضخم في العقد اللنفاوية وقد تظهر أيضا الأورام في هذه المرحلة في المرحلة الثانية إيه؟ لا تورد أورام على الجلد بعد أما المرحلة الثانية دي فيورد ورام أو أرتر على الجلد المرحلة الثالثة هيصنصبح الأمر أكثر تعقيداً وتنتشف الإصابة في أكثر من 80% من الجلد وتكون الإصابة على شكل إحمرار أو بقع أو اللويحات أو أورام وقد تتضخم العقد اللنفاوية أيضاً في هذه المرحلة وتنقسم هذه المرحلة إلى جسئين المرحلة الثالثة A حيث لا تكون الإصابة في الدم بنسبة كبيرة بعد والمرحلة الثالثة دي يوجد عدد من الخلايا السرطانية في الدم وتعتبر المرحلة الرابعة دي هي الأرثر خطورة حيث ينتشر السرطان إلى أجزاء أخرى مثل الكبد أو الطحاة بالنسبة لمصار الخلايا التائية الجلدية فيدخل بعض المرضى في حالة هدوع طويل الأمد للمرض مع العلاج ويعيشون بدون أعراض لسنوات عديدة وهذا هو الأكثر شيوع تشير أحدث الأبحاث إلى أن المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالمراحل المبكرة من المفومة الجلد كالفطار الفطراني يتمتعون بمتوسط عمر طبيعي كأقرانهم الأصحاء ومع التقدم في الأبحاث وخيارات العلاج الجديدة الناتجة عن تعاون الأطباء والتجارب السريرية يتمتع مرضى لمفومة الخلايا التائية الجلدية برعاية أفضل ومجموعة من الخيارات العلاج الفعالة التي تناسبه تختلف العلاجات من مريض لآخر اعتمادا على الأعراض ومرحلة المرض والوضع الصحي الشخصي لكل مريض ما يعني الأخذ بالحسبان جيدا عمر المريض وما إذا كان يعاني من أمراض أخرى أو يتلقى أدوية أخرى والعلاج في الأصل يعتمد بشكل رئيسي على مرحلة الإصابة فمثلا المراحل المنوكرة من الإصابة بهذا المرض والتي تنحصر في إصابة الجلد يتم استخدام العلاجات الموجهة للجلد فقط أما في المرحلة المتقدمة من الإصابة حيث تتخطى الإصابة الجلد إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل عرضة الدينفاوية أو الدم أو أي انتشار آخر بالجسم فيتحتم علاج الجسم بأجمله عن طريق العلاجات الجهازية ومن المهم جدا التنويه على أن يناقش المرضى بشكل كامل مع طبيبهم جميع خيارات العلاج المتاحة قبل اتخاذ قرار بشأن خطة العلاج وذلك للأخذ بعين الاعتبار صروف المريض وأولوياته وكما أسلفنا فإن العلاج يعتمد على مرحلة الإصابة ففي حين تعالج المراحل المبكرة بعلاجات موجهة للجلد كالأشعة باو فوق البنفسجية أو العلاجات الموضعية كالسيريتوتات والريتونيدات الموضعية أو العلاج الكيميائي الموضعي كفردة للنيتروجين أو الكارمستين أو الإشعاع الموضعي للآفات الفردية أو إشعاع الإلكترون الكامل للجلد في حين تعالج المراحل الأحضر تقدما والتي تتخطى فيها الإصابة مرحلة الجلد إلى العقد اللنفاوية أو الدم أو أجهزة أخرى بالجسم فيجب استخدام العلاجات الجهازية والتي تخاصط الجسم بأكمله كالريتونيدات عن طريق الفم أو الفصادة الضوئية أو الإنترثيرون أو العلاجات البيولوجية عن طريق الأجسام المضادة أو العلاج الكيميائي الجهازي والذي يستهدم عادة لتجهيز المرضى بزراعة الخلايا الجزعية ولكن ذلك في المراحل الأكثر تقدما والأكثر بقورة والتي يسمح فيها سن المريض بذلك وحالته الصحية ووجود متبرع مناسب لها ويجب التنويه على أنه يمكن وصف أكثر من نوع واحد من العلاجات بهدف تحقيق أفضل الفوائد على المضادة الطويل بالسيطرة على المرض أي أنه يمكن الجمع بين أكثر من طريقة علاجية في نفس الوقت وذلك حسب المراحل المختلفة بهدف تقريل أعراض المرض وتحسين جودة حياة المريض السلام عليكم ورحمة الله أنا دكتورة جهان راجي أخصائية الأمراض الجلدية بمركز أسعد الحمد للأمراض الجلدية بدولة الكويت سنتحدث الآن عن الفطار الفطراني وهو أكثر أنواع لمفومة الخلايا التائية الجلدية شيوعاً على الرغم من أن المصطلحين الفطار الفطراني واللمفومة الخلايا التائية الجلدية غالباً ما يستخدمان بالتبادل إلا أن هذا الاستخدام قد يكون مصدراً للتباس فلمفومة الخلايا التائية الجلدية كما ذكرت دكتورة رشا هو مصطلح شامل يضم العديد من الأمراض فجميع المرضى الذين يعانون من الفطار الفطراني لديهم لمفومة الخلايا التائية الجلدية ولكن ليس كل المرضى الذين يعانون من لمفومة الخلايا التائية الجلدية لديهم الفطار الفطراني يصيب الفطار الفطراني الجلد بداية وليس العقد اللمفوية أو الأعضاء الداخلية حيث يوجد تكاثر للخلايا اللمفوية التائية في الجلد بسبب فقدانها لنظام المراقبة والتحكم الطبيعي وذلك لسبب غير معروف يتبع الفطار الفطراني مصارا بطيئا ومزمنا وفي كثير من الأحيان لا ينتشر خالج الجلد في حوالي 10% فقط من الحالات قد ينتقل الفطار الفطراني إلى العقد اللمفوية والأعضاء الداخلية هناك أبحاث مستمرة حول احتمالية وجود أسباب أو عوامل بيئية أو معدية قد تساهم في الإصابة بالفطار الفطراني ولكن في الوقت الحالي لم يثبت وجود عامل واحد يسبب هذا المرض والفطار الفطراني ليس معدن ولا يمكن أن ينتشر بالتلامس من شخص لآخر هل الفطار الفطراني وراثي؟ توجد هناك تفرد جينية شائعة لدى بعض الأشخاص المصابين بالفطار الفطراني لكنه من غير المحتمل أن تكون موروثة أو تنتقل في العائلات لا توجد أبحاث داعمة تشير إلى أن الفطار الفطراني مرض وراثي يعتبر الفطار الفطراني أكثر أنواع لمثوم الجلد التائية شيوعا ومع ذلك فهو مرض نادر حيث يبلغ معدل الإصابة به في الولايات المتحدة حوالي ثلاثة من عشر إلى واحد واثنان بالمئة حالة جديدة لكل مئة ألف شخص سنويا يعد الفطار الفطراني أكثر شيوعا عند الرجال مقارنة بالنساء وعند السود مقارنة بالأشخاص البيت وفي المرضى الذين تزيد أعمارهم عن خمسين عاما مقارنة بالأشخاص الأصغر سنا أحد الأشياء الصعبة المتعلقة بالفطار الفطراني هو أنه لا يبدو متشابها بالنسبة لجميع المرضى كما يبدو من الصورة المرفقة حيث تختلف الآفات من شخص لآخر والتشخيص واحد هو الفطار الفطراني يمكن أن يظهر الفطار الفطراني في أي مكان على الجسم ولكنه يميل إلى التأثير على مناطق الجلد المحمية من الشمس بواسطة الملابس يظهر مرض الفطار الفطراني في عدة مراحل حيث في المراحل الأولى يتقدم المرض ببطء شديد ومن الممكن أن تمر سنوات عديدة حتى الانتقال من مرحلة إلى أخرى معظم الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض لسنوات عديدة يعانون من نوع واحد أو نوعين فقط من الآفات بشكل عام البقع واللويحات نادرة ما تكون الأورام هي الآفة الأولى في حين أنه من الممكن أن يكون ثلاثة من الآفات في نفس الوقت من الأعراض الشائعة للفطار الفطراني أيضا هي الحكة حيث يعاني حوالي 80% أو أكثر من الأشخاص المصابين بالفطار الفطراني من الحكة يتم تشخيص معظم المرضى في مراحل مبكرة من المرض حيث يكون خطر الإصابة في أجزاء من الجسم غير الجلد ضئيلا جدا وتشمل أعراض هذه المرحلة المبكرة ما يأتي أولا مرحلة ظهور البقعة تتمثل هذه المرحلة بظهور البقعة وهي آفات مسطحة مستديرة أو بيضاوية حمراء اللون أو أفتح أو أغمق من لون الجلد وقد تكون مغطاة بقشور رقيقة حيث تظهر هذه البقعة عادة على الجلد في المناطق التي لا تتعرض إلى أشعة الشمس هذه المرحلة من المرض تشبه أمراض الجلد الأخرى مثل الصدفية أو الأكزمان مرحلة الثانية مرحلة تكوين اللويحات وهي أكثر تقدما من مرحلة البقعة وتظهر فيها آفات ذات أشكال متعددة وتكون أكثر سماكة ومرتفعة فوق سطح الجلد كما يبدو من الصور أما المرحلة المتقدمة فجزء صغير فقط من المرض يصلون إلى هذه المرحلة وتشمل هذه المرحلة مرحلة الورم وتتميز بظهور كتل بارزة تتقرح أحيانا في هذه المرحلة يمكن للورم أن يصيب العقد الانفوية وأن ينتقل وينتشر بالأعضاء الداخلية مثل الدم والرئتين والكبد ومرحلة الأحمرية تتميز هذه المرحلة بكون الجلد محمرا ومغطى بطشور وحار الملمس وتصيب أغلب مناطق الجسم أكثر من 80% من مساحة سطح الجسم وتكون مصحوبة بحكة شديدة ووذمات في الجلد وفي حالة أظهرت فحوصات الدم أيضا شذوذا في خلايا الدم البيضاء مع ازدياد في الخلايا الانفوية ذات النواة المطوية فهذا يعني الإصابة بمتلازمة سيزاري قد ينضي المرضى سنوات أو حتى عقود قبل أن يتم التشخيص النهائي لمرض الفطار الفطراني وكثيرا ما يحتاج المريض إلى تكرار خزعة الجلد أكثر من مرة قبل الوصول إلى تشخيص الفطار الفطراني من الصعب جدا تشخيص الفطار الفطراني خاصة في المراحل المبكرة حيث تتشابه أعراض ونتائج خزعة الجلد للفطار الفطراني مع الحالات الجلدية الحميدة الأخرى مثل الإكزيمة أو الصدفية كما يبدو هنا في الصورة تبدو الآفات متشابهة في الثلاث صور ولكن الحالة على يمين الشاشة هي الفطار الفطراني في المنتصف هي الصدفية وفي اليسار هي الإكزيمة التأتبية تشمل إجراءات النموذجية التي يتم إجراءها لتشخيص الفطار الفطراني كما ذكر الدكتورة رشا لا بد من الفحص البدني الكامل سواء للجلد بشكل كامل أو للعقد اللينفوية ولا بد من أخذ خزعة من الجلد أساسا وإن حدث تضخم في العقد اللينفوية يؤخذ منها خزعة أخرى لتفحص تحت المجر من قبل أخصاء علم الأمراض واختبارات الدم تشمل تعداد الدم الكامل وقياس التدفق الخلوي وغيرها بعض الاختبارات الأخرى واختبارات التصوير مثل التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني حسب حالة الحالة متى تطلبه الحالة الفطار الفطراني قد يصيب أحد أربع أجزاء من الجسم الجلد، العقد اللينفوية، الدم أو باقي الأعضاء الداخلين معظم المرضى تتركز الإصابة عندهم في الجلد أكثر من 80 إلى 90% من الحالات تكون الإصابة في الجلد وتنقسم الإصابات في الجلد إلى أربع مراحل المرحلة الأولى إصابة مساحة من الجلد بالنسبة تقل عن 10% من مساحة الجلد كلياً وتنقسم هذه المرحلة إلى مرحلة الأولى ألف هي بقع فقط والمرحلة الأولى باء ظهور اللويحات أما المرحلة الثانية من إصابة الجلد تشمل إصابة مساحة من الجلد بالنسبة تزيد عن 10% من مساحة الجلد الكلياً والمرحلة الثانية ألف بقع فقط والثانية باء ظهور اللويحات أما المرحلة الثالثة من إصابة الجلد فتشمل ظهور أي ورم أكبر من 1 سنتيمتر والمرحلة الرابعة هي مرحلة الأحمرية وهي وجود احمرار في الجلد يغطي نسبة 80% أو أكثر من مساحة سطح الجسم أما بالنسبة لإصابة العقد الليمفوية فهي تتدرج أي تنقسم أيضاً إلى أربع مراحل أنه في البداية لا يوجد تضخم في العقد الليمفوية ثم يوجد تضخم بدون خلايا سرطانية ثم تضخم مع وجود بعض الخلايا السرطانية ثم تضخم مع وجود خلايا سرطانية في كامل العقد الليمفوية والدم أيضاً ينقسم إلى أربع مراحل الأولى بداية ظهور عدد بسيط من الخلايا الليمفوية غير الطبيعية في الدم يقيل عن 250 خلية لكل وحدة دولية ويزيد تدريجياً إلى أن يصل إلى المرحلة الرابعة ظهور عدد من الخلايا السرطانية في الدم بمعدل كبير يزيد عن ألف خلية لكل وحدة دولية أما إصابة الأعضاء الداخلية فتشمل أيضاً المرحلة الأولى والثانية والثانية إذا لا يوجد أي إصابة أما المرحلة الرابعة فهي انتشار سرطان الغداد اللينفوية إلى العقد إلى أعضاء أي عض من الأعضاء الجسم الداخلي بالنسبة لمصار الفطار الفطراني أولاً لا يوجد علاج للفطار الفطراني الآن علاج بمعنى أنه يختفي ولا يعود مرة أخرى لكن المرض بطيء التطور وتعتمد التوقعات على المرحلة والعلاج يكون 70% من الأشخاص المصابين في مرحلة مبكرة عند تشخيصهم وهذا يعني فرصة أكبر لأن يكون العلاج فعالاً مع نتائج إيجابية يبدي بعض المرضى هجوع طويل الأمد للمرض مع العلاج ويعيش كثيرون آخرون مع أعراض قليلة أو معدومة لسنوات عديدة تشير الأبحاث إلى أن معظم المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالفطار الفطراني يعيشون في مرحلة مبكرة من المرض ويعيشون فترة العمر الطبيعية مقارنة بالأشخاص الطبيعيين لا يتطور الفطار الفطراني أبداً بالوصول إلى العقد اللينفوية والأعضاء الداخلية دون ظهور علامات واضحة للتقدم في الجن مثل التفاقم القرح أو الأوران ولذلك يعد فحص الجن دليلاً مهماً للغاية على مرض داخلي محتمل ومع التقدم في الأبحاث وخيارات العلاج الجديدة الناتجة عن تعاون الأطباء والتجارب السريرية فإن مرضى الفطار الفطراني استمتعون برعاية أفضل ومجموعة من خيارات العلاج الفعالة التي تناسبهم وتختلف معدلات البقاء لخمس سنوات بحسب المرحلة عند التشخيص والعلاج فالمرحلة الأولى مثلاً يكون نسبة البقاء لمدة خمس سنوات حوالي 98% أي مشابهة لأقرانين من الأشخاص الطبيعيين الغير مصابين وتقل هذه النسبة تدريجياً مع تطور المرحلة إلى أن تصل في المرحلة الأخيرة 4B إلى 18% قد علاج الفطار الفطراني يتطور ويتحسن بشكل مستمر في أي وقت هناك العديد من التجارب السريرية لتحديد علاجات أفضل وأحدث يمكن أن يكون اختيار العلاج المناسب أو المزيج من العلاجات أمراً شاقاً ومن المهم العمل مع إخصائي لديه خبرة في علاج المرضى الذين يعانون من الفطار الفطراني تكرس منظمات مثل الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان NCCN والمنظمة الأوروبية لأبحاث وعلاج السرطان ERTC جهودها لتحسين الرعاية المقدمة لمرضى السرطان وتعمل هذه المؤسسات وكذلك الجمعية البريطانية لأطباء الأمراض الجمدية BAD على توفير والحفاظ على إرشادات حديثة لرعاية المرضى الذين يعانون من الفطار الفطراني قد يصف علاج واحد أو مجموعة من العلاجات من المهم أن يناقش المرضى بشكل كامل مع طبيبهم جميع خيارات العلاج المتاحة قبل اتخاذ قرار بشأن خطة العلاج وذلك للأخذ بعين الاعتبار ظروف المريض وأولوياته ينقسم العلاج إلى نوعين العلاجات الموجهة للجلد في معظم المرضى الذين يعانون من الفطار الفطراني تقتصر خلايا المهمة في المقام الأول على الجلد ويمكن للمرء الحصول على استجابات ممتازة وطويلة الأمد مع العلاج الموجه للجلد ونظرا لأن العلاج موجه فقط للجلد فإن سمية أو الأعراض الجانبية لهذه العلاجات منخفضة جدا من أمثلة هذه العلاجات الكريمات والمراهم والمواد الهلامية التي يتم تطبيقها على الجلد مثل الاسترويدات الموضعية وخلدر النيتروجين والريت الميداد والكريمات المنشطة للمناعة ويعد العلاج الضوئي باستخدام الأشعة فوق البنفسجية والعلاج الإشعاعي أيضا من الأنواع العلاج الموجه للجلد العلاجات الجهازية يشير مصطلح العلاج الجهازي إلى أي علاج يصل بعد امتصاصه إلى مجرى الدن وبالتالي يتم توزيعه عبر نظام الجسم فأي دواء يأخذ عن طريق الفن أو يعطى على شكل تحميل أو يأخذ تحت الجلد أو يأخذ تحت لسان أو يأخذ مباشرة عبر وعاء دموي يعتبر علاج جهازي تستخدم العلاجات الجهازية في الفطار الفطاني عندما لا تعمل العلاجات الموجهة للجلد بشكل جيد بما فيه الكفاية أو عندما يكون تطبيقها صعبا للغاية لسبب ما أو عندما يكون المرض في المرحلة المتقدمة يمكن استخدام العلاجات الجهازية بمفردها أو مجتمعة وغالبا ما تستخدم مع العلاجات الموجهة للجلد تقريبا جميع العلاجات الجهازية المستخدمة في الفطار الفطاني تعتبر أدوية موجهة مما يعني أنها تعمل بطرق مختلفة عن العلاج الكيميائي التقليدي هناك العديد من الأمثلة على العلاجات الجهازية المستخدمة في الفطار الفطاني بما في ذلك الفصادة الضوئية خارج الجسم والعلاجات البيولوجية والعلاج الموجه العلاج الكيميائي التقليدي والذي يمكن استخدامه لعلاج سرطانات الدم الأخرى نادرا ما يستخدم في الفطار الفطاني بسبب آثاره الجانبية الشديدة وارتفاع معدل عودة الفطار الفطاني بعد العلاج ويعد استخدام العلاج الكيميائي مهما فقط في حال التأهيل بعض المرضى لزراعة الخلايا الجذعية والذي يعتبر خيارا مهما في بعض الحالات المصابة في المراحل المتقدمة من المرض نرجو أن نكون قد أعطينا فكرة مناسبة عن هذا المرض وشكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر